الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله فمع كتاب من كتب السلف لعالم مات سنة 11 و300 للهجرة أي قبل ما يزيد عن مئة سنة وهو العالم أبو بكر الخلال صاحب كتاب السنة وهو من تلاميذ الإمام أحمد في صغره لكن حقيقة هو تلميذ تلاميذه فهو التقى في الإمام أحمد في طفولته ولم يأخذ عنه بسبب صغر السن ولكنه أخذ من تلاميذه بالإسناد عن الإمام أحمد هذا العالم كتب في موضوع مهم في ذاك الزمان وما زال مهما إلى هذا الزمان وهو يخاطب طرفين من الناس الطرف الأول الذي غلى في طلب الدنيا وطلب المعاش حتى انطبق عليه ما يعبر عنه في هذا الزمان من الفرشة إلى الورشة فهذا له خطاب عنده بأن يتق الله وأن يقتصد في طلب الدنيا وأن لا ينشغل بها عن الآخرة والطرف الثاني هو الذي امتنى عن العمل وبقي يعيش على صدقات الناس ينتظر من فلان أنفق عليه وفلان أعطاه فهذا ذم له وذم لفعله وذم لسلوكه فإذا تنبهوا إخواني في الله إلى هذين الطرفين أما الطرف الأول الذي هو انشغال بالدنيا الفانية فلن نقف عنده كثيرا لأننا نرى كثيرا من أولاد زماننا إذا أراد أن يعمل عمل بالساعات 12 ساعة و10 ساعات ويتكسب ويحاول أن يشتري سيارة وشقة وأبصر دنيا فانية بينما الطرف الآخر وهو الذي امتنى عن العمل ولا يريد أن يتكسب وإنما بقي حاله حال العال على الناس أنه يمد يده للناس بطريق مباشر أو غير مباشر إما على أبيه أو أمه أو أخيه أو صديقه أو جيرانه أو معارفه أو عباب الجامع أو ولا حوله ولا قوته إلا بالله وأيضا في هذا الكتاب الأمر الثالث أن فيه وصية إذا أردت الآخرة وطلب العلم والاستزادة من الطاعات والقربات فلا تعمل عند الناس وإنما اعمل لوحدك ولو بالشيء القليل فتجد نفسك بإذن الله حصلت خيرا كثيرا وأهم خير هو عبادتك لربك جل فيه لا فتعالوا بنا نعيش مع هذه الآثار التي فائها فائدة بإذن الله تعالى الأثر الأول قال حدثنا أبو بكر المروذي هذا أحد مشايخ الخلال قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد رحمه الله إني في كفاية فقال لزم السوق تصل به الرحم وتعود به ما معنى إني في كفاية؟ مكتفي أنا مش بحاجة من الأعمال نعم أنا مكتفي مأكلي ومشربي ومصاريفي وقوام حياتي في كفاية ولست بحاجة للعمل فقال له الإمام أحمد لكنك نسيت شيئا مهما وهو أنك بحاجة إلى المال من أجل ماذا؟ صلة الأرحام عندما تريد أن تصر رحمك ألا تحتاج إلى مال؟ بسبب واحد تنقل اثنين تأخذ هدية وهذا شيء موجود من ذاك الزمان إلى هذا الزمان تصور نفسك دخلت على أختك أو على أخيك أو على ابنتك أو على ابنك هل تأخذ معك شيئا؟ إذن تحتاج إلى شيء زائد عن كفايتك فهذا هو ما أراده الإمام أحمد منه أنك لابد ماذا من التكسب حتى لو كنت مكفيا وتعود به أي تقوم بالزيارات يعني تصور تريد أن تزور أخلك في الله في إربد من عمال إربد ألا تحتاج إلى مال؟ مواصلات أو بنزين إذا كان معك سيارة إلى غير ذاك من النفقات وإلا ستجد نفسك ستكف عن هذه الطعات اثنين قال قال رجل لأبي عبد الله رحمه الله من أصحاب ابن أسلم ترى أن أعمل؟ قال نعم وتصدق بالفضل على قرابتك إذن في أمر آخر طبعا اللي بسألوا مين من الذي يسأل إمام أحمد؟ طلبة العلم وأهل العلم؟ تفكر الإمام أحمد كان يجالس العوام يجالس أهل العلم وطلب العلم ترى أن أعمل؟ قال نعم حقيق تتصدق طالب العلم من صفاته أنه يتصدق على الناس ولا يتصدق عليه هذه من صفات طالب العلم في ذاك الزمان قال لا والله شيخ بتعرف ليش جامع عشان يلمولي اللجنة مصاري وكذا وإش وأتفرغ لا يا أخي مش هيك ما هكذا منهج السلف منهج السلف هو يتصدق على الناس ولا يدعي الناس يتصدقون عليه لكن انقلبت الموازين في هذا الزمان قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قلنا تلميذ الإمام أحمد قال سمعت أبا عبد الله يقول قد أمرتهم يعني لولده أن يختلفوا إلى السوق إلى ولده أولاد مين الإمام أحمد اذهبوا إلى السوق وأن يتعرضوا للتجارة لما قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من من كسبه لن يتعرضوا إلى السوق لن ينفق عليك طب الإمام أحمد أولاده وحشتيله طب يا أبتي نأخذ المال حتى نتفرغ للعلم وننقل علمك لا يا أخي روحشتل اعمل اعمل في التجارة تجارة أنسب شيء لطالب العلم لما لأنها تعطيك وقتا ولا يتحكم بك أحد سوف يأتي قال سمعت أبا عبد الله يأمر بالسوق ويقول ما أحسن الاستغناء عن الناس أوعك تفكر يا طالب العلم إن يكون بعض المحسنين يتصدقوا عليك يا سلام لو أجد واحد يفرغني للعلم لا لا يعرف هذا وإنما هذا حالهم أنهم استغنوا عن الناس ثم ذكر قال فقلت له يا أبا عبد الله هذا ابني فدعا لي وقال لأبي إلزمه السوق وجنبه أقرانه إيش يعني وجنبه أقرانه يعني ما بيخرب ابنك إلا مين إلا الصاحب فبالتالي لا تقول والله ابن طاليا مع أصحابه مع الشباب ومين أصحابه ومتى خرجوا أين عاد هؤلاء من أسباب فساده وبعده عن دينه وجنبه أقرانه ودروع السوق السوق مليان هناك يقضي الشيطان أوقاته ثم ذكر رقم سبعة قال رجل للسري بن يحيا وكان يتجر في البحر يتجر في البحر تركب البحر في طلب الدنيا على إيش بتسافر وبتروع عشان الدنيا قال أحب أن أستغني عن ضربك من الناس حتى ما أمد إيدي إيش للناس إذا هذا هو مقصدهم في العمل لذا تجدهم يعملون أي عمل حالا أي عمل حلالا يعملون وما في والله فلان مدردح وفلان مش مدردح أنا لا يعرف أريد أن أكسب ديني سأعمل سأعمل أي شيء ولا أمد يدي إلى الناس ولا ننسى عبد الرحمن بن عوف عندما جاء هذا الإمام الصحابي الجليل مهاجرا وترك أمواله ودياره في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين أحد الأنصار فقال يا عبد الرحمن أنت أخي في الله فلي بيتان فخذ بيتا ودع لي بيتا وهذا ما لي أقسمه بيني وبينك مناصفة ولي أربع من الزوجات اختر اثنتين فقال له بارك الله لك في مالك وأهلك ولكن دلني على السوق خلاص انتهى محمد بن عوف تاجر متوكل على الله ولكن دلني على السوق انتهى الأمر فذهب فتاجر فنمت تجارته فإذا به قد تزوج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا عبد الرحمن قال نعم يا رسول الله قال أولم ولو بشاه يعني معزمش الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشاه بعد فترة قصيرة صار مع مال بإذن الله وإيه سود فهذا الكتاب اسمه الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والحج عليهم في ذلك والحج عليهم في ذلك تعيد الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والحج عليهم في ذلك حضرتك شو بدك في الماء أطلع عمره قريد أن أخرج للعمره لا والله أنا بدور على طريقة لأن أطلع مرشد وصير يتصدق علي بتعيني المكتب لا يا أخي بشيك منهج السلف ما هكذا منهج السلف منهج السلف أنك أنت تتصدق عليهم طيب أنت يا شيخ تطلع مرشد أنا كنت أنظم رحلات فالمال اللي بيجيني الحمد لله ما أخذ شيء وإنما أوفر فيه على الركاب فأنا اشتغلت شغل تاجر ومع ذلك بفضل الله الذي كنت يأتيني لا أخذ شيئا وإنما أنفقه على من على إخوان الذين اشتركوا معي ووفر عليهم حتى ما أقول واحد الشيخ منتبه الحمد لله لا عمره حتى تصدق علينا بفضل الله ولا نقبل الصدقة وكنت أعيش في جبل نظيف من أفقر البلاد وكنت أعيش بين الصراصير في الليل أجد والصراصير تمشي على وجهي ومع ذلك لم نقبل الصدقة بفضل الله وأغنان الله وعملنا في أي شيء يخطر في بالك عملنا به اتباعا للسلف اتباعا للشرع عمر عشرين سنة كنت إيش 22 كنت أصرف على أهلي مش هم يسوع أنا أصرف على اليوم بتتزوج عمي بقى استنى شوي ما أنت بتصرف علينا يعني أخروا زواجي لأني بصرف بفضل الله على أهل بيتي على أبوي وأمي وأخوي وأدفع جاري البيت والكهرباء والمية والتلفون كان تلفون أرضي بفضل الله بشبش طارتي بتوفيق الله لكننا لا نمشي على منهج مد يدك أبدا وكنا نطلب العلم ونجالس المشايخ وندعو إلى الله وندرس الناس ونتعلم ونقرأ ونسهر بفضل الله علينا ولسنا نحن أصلا قدوة قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر رقم تسعة قال سمعت الجصاصي قال سألت أحمد بن حم رحمه الله فقال أربعة دراهم درهم من تجارة بره ودرهم من صلة الإخوان يعني ناس أعطوك إياه ودرهم من أجل تعليم يعني علمت الناس وأعطوك أجارك ودرهم من غلة بغداد غلة بغداد كان في ذاك الزمان هي جمال عن طريق أراضي بغداد فماذا قال أحبها إلي من تجارة بره شو الناس تعطيك بتدرس الناس تنتظر الناس يعطوك وأكرهها عند الذي من صلة الإخوان انت الشاب تمتلئ شبابا تنتظر حتى يحط في جيب تاكي فلوس وأما أجر التعليم فإن يحتاجه فليأخذه القائم محتاج تخذ مش محتاج لا تأخذ لأنك تعلم لله وأما غلة بغداد فأنت تعرفها ليش كلمة ليش عربية فصيحة ليش تسألني عنها ثم ذكر رقم ثمنتاش أخبرنا يحيى بن طالب الأنطاكي إلى أن قال قال لي يوسف بن أصباط يوسف بن أصباط تنبيه مين تنبيه سفيان الثوري الذي كان يقول كان أخوالي خوارج وكان أعمامي روافض فأنقضني الله بسفيان فليل اللي هو طال فيها أخواله إيش خوارج وأعمامه إيش روافض يعني هي بتطلع أخوالك أخوال إيش لكن الله أنقضه بسفيان كما قال الإمام أحمد وكم من قتيل اللي إبليس أحيوه أهل السنة إنسان أهل البدع تمكنوا منه الله يا جماعة أذكر قبل حوالي 25 أكثر من 25 سنة 28 سنة كنت أبيع كعك كعك على العرب آي فإذا بي شخص يوقفني في الطريق قال بلى سوينا كعكة فرجت عليه بيش واحد بده كعكة وأنا بساوف يا شيخي حكيني عن الدين قلت له إيش يعني أحكي قال يعني ذكرنا في الله اثنين واقفين فبدأت أتكلم كلمتين ثلاث إحنا في نص الشارع وأنا بساوف كعك وقدامي اثنين أشكال هم أشكال يعني مرعبي بصراحة بل ليش أتكلم معهم صاري هز رأس وهيك وهيك قال شكرا هذا اللي كانت فضلت ما أنا وقلتني رائع بعدها بقى كمي يوم شفته هذا الشخص في المسجد وقلت له شو القصة وقفتني أنت شعرت أنه أنت ما بتدكعك قال صحيح هذا الشخص اللي كان واجف معاي كان رايع الخمارة وقفت في الطريق وتكلمت معاه وتنك جيت أنت بدي واحد ثاني ساعدني تنك أنت تكلمت وأنا تكلمت بفضل الله ابتعد عن الخمارة فهي جماعة كان من قتيل اللي إبليس أحيوه أهل السنة فهذا يوسف بن أصباط أحياه الله برحمته بسبب مين سفيان الثوري فماذا قال عن شيخه قال مات سفيان الثوري وخلف مئتي دينار مئتي دينار مبلغ ذهب في ذاك الزمان قلت له ومن أين كان له مئتا دينار وهو زاهد العلماء قال كان يضع الشيء بعد الشيء مع إخوانه فبورك له فيه تظهر وقضوا وقت ما أنتوا بتكت سدوا سدوا ولا ينتظر منهم سدادا لكن كلهم إيش سدوا فاجتمع عنده كم مئتي دينار ذهب ثم قال قال رجل لسفيان بن عيينة هذا أثر آخر رقم 19 يكون الرجل زاهدا وعنده مئة دينار مئة دينار ذهب هل يمكن أن يكون زاهدا وعنده مليون دينار أردني عشر مليون ممكن قال نعم كيف قال وكيف ذلك قال إن قصت لم يغتم تجارته خسرت تلفت شو ماله ما بتنكد لم يغتم هو لم يقصر لكن ظروف العمل أدت إلى خسارة لم يغتم وإن زادت لم يفرح حادي أي هو ببقرات بو ثلاثمائة لها بصير ثلاثمائة وخمسطعش بنفسي لها من الفرح ولا يكره الموت لفراقها داك تموت محمد لله ما هو سأله بالموت تروح عليك الملايين تلزمنيش فنرى على الجنة إن شاء الله ثم ذكر رقم عشرين قال سمعت سفيان الثوري يقول المال في هذا الزمان سلاح يعني من أكبر وسائل تقربك إلى الله المال لذا كان يقول سفيان الثوري والله إن عندي ضيعة ضيعة يعني زي بستان لو لاها بفضل الله طبعا لا تحكم بي الملوك كانت تأتي هدايا الحكام فيقول لا أريدها فيبقى ثابتا وعندما شدد عليه وألزم بالقضاء هرب ثم المفاجأة هرب إلى اليمن وتخفى من الناس وبدأ يطلب العلم وينسك في المساجد ولكن الله شاء أن يكشف كيف ألقي القبض عليه بتهمة أنه سارق من سفيان الثوري ترك الأموال والقضاء وهرب بدينه إلى اليمن ففقدوا شيئا في مسجد فقالوا لم يأخذه إلا هذا الغريب هم لا يعرفون نومان سفيان الثوري فعندما مثل أمام القاضي وهو حاكم البلدة وهو ابن زائدة قال ما اسمك أيها الغريب قال أنا عبد الله لم يذكر اسمه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي قال أنا عبد الله وكان قاضيا فطنا قال عبد الله ابن من قال ابن عبد الرحمن قال أنا سألت عن اسمك ولم أسأل عن وصفك ثم ذكر مسألة فأجابه سفيان ونسي بالعلم يعني هو بدون يسأل عن السارق فإذا به يعني ليس حاله بده يحكي بالله زي العوام ما يرفس فخرج منه العلم فتفطن له قال الله ألست أنت سفيان الذي يبحث عنك الوالي والله إنك سفيان هذا الكلام اللي طلع منك ولا واحد في أهل اليمن سامع فيه وين أنت سفيان قال بالله أستر عليه قال أنت والله لا أرجعك إلى الوالي وأنت حر في ديار اليمن علم وتعلم ما شئت جايبين حرامي كيف أم لا تعرف علماءها لا حول ولا قوة قصة طويلة سفيان شايفكم دمجت مع سفيان ذكرها أبو نعيم في الحلية كلام طويل قال المال في هذا الزمان سلاح لا يتحكم بك أحد قال عاب سفيان على هؤلاء الذين لا يرون العمل اشتغل والله ما فيه شغل مناسب والله أنا مش مدردح والله هي الرواتب متدنية ما شوال حكا ومشتغل لا يرون العمل قال وراء أبو بكر يعني صديق شابا يسأل رجل جاء إلى أبي بكر الصديق وكان يسأل يعني إيش يتسول بيش حد فماذا عمل أبو بكر قال فواجره نفسه استأجره قال أنا بشغلك أنا ما أعطيك المال صدقة أعطيك المال أنك بالأجرح انزل ع وسط البلد كم من محل مكتوب مطلوب موظف لا تقول لي ما فيه شغل هو ع السوق المركز الخضران شوف أكم من واحد بشتغل على العربائي مين 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 بقول فيش شغل تعال عنها ع وسط البلد جاي بيلك عربائي هاي الصغيرة بتاعت مين المولات وبين يقلوا الختياريات وللنسوان الطلبات هاي بتعطيه نصة بتعطيه ليرة حتى بطلوا يرضوا بنص بطلبوا ليرة بين يقلوا عشر طلبات هيكة سعتين زمان لو ما أخذ عشر ليرات أحسن من أستاذ المدرسة صار الإضافي طبعا نحكي نداوم إضافي كيف في الشغل مين مقبل في الشغل الحمد لله شغل موجود أكم من دكان مكتوب مطلوب موظف بس إحنا بداش اشتغل وهذا هو الذنب انظر ماذا يقول قال كان سفيان الثور يمر بنا ونحن جلوتهم في المسجد الحرام وين قاعدين في المسجد الحرام يا جماعة شو بدك أحسن الصلاة بأكم شو مية مية ألف فيقول ما يجلسكم شو قاعدين نتساوم فنقول فماذا نصنع فما نصنع قال اطلبوا اطلبوا من فضل الله ولا تكونوا عيالاً على المسلمين عيالاً اي ايش؟ عالة على المسلمين هم قاعدين وين؟ تحت شجرة؟ قاعدين في المسجد الحرام وانكر عليهم لا ينفع عبادة من غير تكسب انت مقصر انت مسيء ثم ذكر سمعت يوسف بن أصباط كمان مرة يقول شعيب بن حرب أشعرت أن طلب الحلال فريضة؟ شعيب بن حرب من الفقهاء يعني شو شاهد؟ قال نعم طلب الحلال فريضة بدك تشتغلي جماعة تطلع على صلاة الفجر وانتو زي حالات تطلعوا على الفجر وبجوز أكثر من الله يزدقوا الخير ما بتشوف أذول اللي بمسحوا في السيارات وفي منهم باحثك اليوم بقول لي بالله شيخ فيه من جال سطر الماي يعني شو ماله؟ بشتغل وعكل سيارة أثريته بوقت ست سبع لارات في الشهر هذا في الأحياء الفقيرة بتاعتنا وبش كل يوم برسلها كله ثلاث مرات في اسبوع ولا مرتين مش عارف هيك اشيك وبو خد له ايش من كل سيارة سبع لارات سبع 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 واذا ما معه معه ميت سيارة هاي سبع ميت دينار ورأس ماله قديش؟ سطر سطر فاضي لانه بعب المايو من الناس والسير فول كده وإيش وهذا حتى هذا برضو في ناس بقول له خذي يلا ماشي مين بقول ما في شغل؟ انت نشتغل يا جماعة؟ حتى نطبق منهج السلفة كيف انت ثلاثي؟ تشتغل ايش؟ ثم قال سمعت يقول ايش؟ اذا طلبوا الحلال فريضة؟ قال نعم تجاعد عن الشغل؟ انت آثم انت آثم ايش تشتغل ايش؟ قال كان ابراهيم بن ادهم اذا قيل له كيف انت؟ قال بخير ها ما لم يتحمل مؤنتي غيري يعني مدام انا الحمد لله ما حدا بصرف علي فانا بايه؟ بخير بقمت ان جي مننا صحن طبيق من دار عمي صحن ابصر ايش من دار خالي خلينا من اخو لا 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 انت لست بخير ليش ما تكون انت العكس انت الذي ينفق ويعطيه رقم 29 قال وكانت الانبياء يؤاجرون انفسهم الفضيل ابن عياض يقول وايش؟ بالاسلال ثم ذكر قال وكانت الانبياء يؤاجرون انفسهم يعني اذا مش الصحابي بس؟ مين؟ الانبياء يشتغلوا ويتكسبون طب ما كانوا يحكوا احنا انبياء اي بدنا يوحى الينا وننعلمكم وما ناخدش منكم؟ لا يا عمي ما كان عندهم هذا الشيء قال سمعت اسود بن سالم يقول اشتري وبيع ولو برأس المال ايش يعني ولو برأس المال؟ نعم من غير مربح طب شو استفدنا في التجارة؟ ايوه احسن انه للامام بتجيب زبون الفترة الحالية انت مش رح تربح لانك بتجيب اسعار يعني لا عندك خبرة بالمعرفة المنابع لكن اذا تاجرت ستداجر فقط برأس المال استمر ربي زباين بعدين بتندل على المنابع بصير تربح لالامام كيف السلف يعطونك حتى قواعد في فهم دنياك ثم ذكر رقم اربع وثلاثين قال سمعت ابا يوسف الغسولي يقول انا اتفقه في مطعمي من ستين سنة ايش انا اتفقه في مطعمي؟ لا خلاص الهجابه ما يعوش يرفع يده كمان مرة عشر مرات كله عام ثم اتفقه يتكسب عن طريق المطعم يعني فاتح مطعم؟ لا يا حبي شو السؤال مقلناك الله يزيك الخير اخر محاولة بسبب انه كان يطلب لصفك سوى هذا كان الملاسته تفقه بالدو كان بحاول يميس الخبرة اكثر بالطوى ميش خبرة اكثر اعنا مو بداني بضيوا في وقتنا جارك تاجه لتفقه تفقه في طلب الحلال هذا يعني ماء الي باكل وبشرب بالحلال منذ ستين سنة يعني خلال ستين سنة ما اكل حرام نزلوا على السوق اول يومين لو ما اكله خمس لرات حرام يقول الله ما باعرف النوع انه ما عندك فقه ثاني يوم ما اكل ثلاث لرات حرام ورابع يوم قالك كله يشتي حرام هذا ستين سنة يأكل ويشرب من الاسواق ولم يأكل حراما هذا كما قال والد الامام البخاري وكان رجلا صالحا كان يقول يا بني كل مخاطب البخاري يقول له يا بني كل فاني لا اعلم في مالي هذا دينارا من حرام ولا من شبهة حتى شبه ما فيه وكانت امهم رأة صالحة ايضا ام الامام البخاري لك يفتلع البخاري وكانت امهم رأة صالحة حتى عمي الامام البخاري في صغره وصب العمى فقامت الليل تدعو الله اللهم رد على ابن بصره وتصلي وتدعو ثم نامت فرأت في المنام ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول لها يا هذه قد استجاب الله دعائك ورد على ابنك بصره فقامت فنظرت فاذا به يبصر اشوف مراتك ايش وضعها يا اخي شوف مراتك شوف وضعك انت اول ولا حول ولا قوة الله هو يقول لك ده البخاري بيطلع عجزة النساء انت ليش لانه لا الاب صالح ولا الام صالحة بالصورة المطلوب قال ست وثلاثين قال ينبغي للرجل ان ينظر رغيفه من اين هوه ودرهمه من اين هوه قال سفيان اعمل عمل الابطال شو عمل الابطال شو عمل الابطال نعم ان تتكسب بالحلال ان تتكسب بالحلال من البطال الذي يتكسب بالحلال سبع وثلاثين عن ابي وايل قال درهم من تجارة حب الي من عشرة من عطاء تجارة تعينك على طلب العلم ثم ذكر الرقم 42 قال عن مجاهد في قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم قال التجارة رقم 45 قال كانوا يرون السعى عونا على الدين السعى في الرزق عونا على ايه على الدين على تدينك وعلى استقامتك قيل لسفيان سفيان الثور ذكره قال نعم رقم 48 عن ابي جعفر قال ما قتل ابن عفان رضي الله عن اسماء ابن عفان قتل وسنه ثمانين سنة يعني مجرمين وأمير المؤمنين وجيوش الاسلام طال على الفتحات فراحوا استفردوا فيه دخلوا فيه قتلوا عمره ثمانين سنة وهو صائم قال ما قتل ابن عفان حتى أبلغت غلة نخله مئة ألف ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم بنفق وماله بزيد رضي الله عنه رقم 57 عن العلاء بن المسيب عن ابن منبه قال الفقر هو الموت الأكبر أن تكون فقيرا أنت ميت أنت ميت لما؟ لأنك ستجد نفسك لا تدعو إلى الله بالصورة الصحيحة ولا المطلوبة يا جماعة في بعض الناس يكسر أنف الدعاء والله هلا بالمشيخ كلكم معزومين عندي على الغداء ماشي بس أول إشي إحنا من نطعميك ونزقيك ونصرف عليك كلكم يا مشيخ تعالوا كله عندي بعدين بالله بنا نذكرك بس خلص لو سمحت اطعم الثم تستنعين استعمل حالك بطعم إمام المسجد خذ يا إمام هالخمسمائة اللي رأي لك هذولة زي أبوك أنا بالله بس ما تطولش في الصلاة بالله قيمه بسرعة هم هم ماشي دي امام زي ما بيدوا ع خمسمائة ليرة في السنة بقول لك يا جاني خمسمائة ليرة خمسمائة ليرة يا سنة ما أقول لك لأوقاف ما عطتنا زيادة خمسمائة ليرة زي ما بدي حاضر أقيم حاضر طولش حاضر أخلت في الفجر حاضر تخطرش الجمعة حاضر أخطر الجمعة حاضر بسمائة ليرة أعطوك مان متين بحكيش إيش يا شباب ما بحكيش خيالاً بحكي عن شي واقعي أنا بعرف ناس هيك ولا أحاول ولا ولا ما بدا أقول لك أعطوا لواحد مفتاح سيارة سبتين شي زي ما بنحكي لك ما هيك عايش عنه مبسوط وساكل ما هي سيارة محاول بسمشي زي ايش تقلبناش ما تقلبناش هذا هو الموت هذا هو الموت رقم ستين قال رأيت على علي إزاراً غريضاً فقال اشتريت بخمسة دراهم من أربحني فيه درهماً بعته إذن علي بن أبي طالب كان إيش يتاجر درهم واحد المهم أني إيش أتاجر رقم خمسة ستين عن مجاهد أنه قال في هذه الآية أعاد الإسناد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم خال من التجارة ست وستين قال كنا نحدث أن التاجر الصدوق ليش ذكر التاجر الصدوق الأمين مع السبع في ظل العرش يوم القيامة ليش؟ هذا الأجل الكبير إله يعني أحسن من هيك؟ يعني أحسن من هيك؟ يعني أحسن من هيك؟ التاجر الصدوق يرى بصدقه الدنانير تذهب منه أصدق بروح المصاري منك أنت بين عمرين بين أنك تكذب وينجل الفلوس وبين أنك تصدق والفلوس تروح أنا صادق المصاري اللي قاعد بتروح طب خلينا أكذب لي شوي عشان ترجع المصاري لكن هذا المسيكين نسي الشيء اسمه البركة فإن صدقا وبينا بورك لهما وإن كذبا وكتما محقت بركتهما هذا يقين بالله رقم سبع وستين عن همام بن ملبق قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان داود لا يأكل إلا من عمل يدها في البخاري كان داود لا يأكل إلا من عمل يده من عمل يده رقم واحد وسبعين عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان زكريا نجارا كان زكريا عليه الصلاة والسلام نجارا أخونا نجار وعن سفيان قال ليس من حبك الدنيا أن تطلب منها ما يصلحك فبعض الناس بقولك أنت حبيب دنيا ليش لأنه صار معك فلوس لا حبيب دنيا إذا انشغلت بالفلوس عن طاعة الله على كل حال أدركنا الوقت آخر شيء رقم 75 نكمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قامت على أحدكم القيامة وفي يده فسيلة يغرسها الإسلام دين عمل طب شو الفايتم هو قامت القيامة لأن الإسلام دين عمل فلق يغرسها وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا